الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله مرحبا بكم مع ذوق جميل ذوق في القيادة والإدارة القيادة والإدارة هي ذوق وجمال وخلق ليست القضية منصب يعلو الإنسان فيه المكتب فيتسلط على رقاب الناس إنما هو ابتلاء ليخرج الله منك مكنوناتك الرحمة، التواضع، رحمة الضعيف إعطاء كل ذي حق حقه فإن القيادة والإدارة ذوق وهناك مدير وهناك قائد أما القائد فتجد أنه يدير بالأخلاق أكثر من إدارته بالأنظمة واللوائح وليس معنى ذلك أن يظلم الناس أو أن يكون هو النظام لكن نحن في دين الإسلام نحن لدينا جمع من القيم جمع من الأخلاق باقات من الذوق إذا لم تجم الإدارتنا في حياتنا للناس وإلا نكون ممن يدعى عليه ويتسلط على رقاب الناس فمن ذوق القيادة أن تعلم أن القيادة في الأصل والإدارة إدارتك للناس أصلها ابتلاء وهي في الأصل أخلاق في الأصل مسؤولية في الأصل أمانة ولذلك أقول للقائد إن من الذوق الجميل لك أن ينتصر الضعيف عندك ليس القائد الهمام الذي يعجز الضعيف أن يصل إلى مكتبه لأن بينه وبين الناس حجاب القائد صاحب الذوق والأمانة هو الذي أشرعت أبوابه للضعيف قبل القوي القوي يستطيع أن يأخذ حقه منك رضيت أم لم ترضى يستطيع أن تذهب أي أهل المحاكم وللإدارات القانونية أما ذاك الذي سيقول حسبي الله لأنه ضعيف فإن هذا هو الخطورة كل الخطورة يوم أن يظلم من الذوق في الإدارة التواضع أن تكون متواضعاً تصلي مع الناس تكون مع الناس في مجالسهم تقبل دعوة الضعيف منهم والقوي المرتفع والنازل في المهنة الذي ارتفعت درجات وسل مرتبة والتي قلت ما أجمل أن تكون مقتدياً بمحمد عليه الصلاة والسلام تواضع تواضع حتى تعيش في الحياة في ذوق وأدب جميل ومن ذوق الإدارة أيضاً أن لا تحتجب عن الناس أن لا تحتجب عن الناس فإن مدير المكاتب والسكرتيري الأول والثاني والخامس والسادس ثم إذا أتى القوي اخترقهم جميعاً أما الضعيف فعاجز أن يصل إليك عبر هذه البوابات وهذه الحدود والخنادق ليس هذا من الذوق جميل أن تخرج للناس جميل أن تبتسم مع الناس جميل أن تعطي الحقوق المالية لأهلها لأن بعض المديرين يصف المخصصات المالية وخارج الدوام والسيارات الحكومية والمؤسسات وكذلك يصدر الانتدابات يعطيها الناس كأنما يقرضهم أو كأنما يمن عليهم نعم ذوق الإدارة أن يرى الناس أخلاقك عند الضغط أيضاً من ذوق الإدارة أن لا يتغير أخلاقك تتغير بضغط العمل بعضهم يقول الضغط من الذي أكرهك أن تكون مذيراً؟ إذا لم تستطع تحمل الناس وتدير الناس بأخلاق العظماء وإلا ترجل عن مكانك أترك المكان لغيرك فإن من سمات القاعدس الهمام هو الذي لا تتغير أخلاقه ولو مع الضغوط ويستطيع الضعيف أن يصل إليه ولا يجرأ الظالم أن يقف بين يديه لأنه سينصر المظلوم ذوق جميل في الحياة أدعوك أيها القائد أن تكون رحيماً أن تكون متواضعاً حتى تتجمل حياتك بذلك شكر الله لكم وأعانك الله أيها المدير وأنت أيها المديرة وأنت أيها القائد وأنت أيها القائدة إن من يعمل حولكم إنما هم في ذممكم وقد دعى الحبيب على أن من استرعاه الله رعية فضيعها وغشها أنه لا يجد رائحة الجنة وقال اللهم من ولي أمراً من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه فاحذر وكن ذوقاً أو صاحب ذوق جميل حتى تسلم ويكون من حولك في ميزان حسناتك أستودعك الله